اشتركوا في القناة وقد تابع سمو الشيخ خالد بن حمد جانبا من المنافسات التي اجتملت على النزال الذي جمع مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء حمزة زيرورة والمقاتل الاوكراني رومان كولوغون بمنافسات وزن 61 كيلوغرام وقد هنأ سموه المقاتل زيريرا بالفوز الذي حققه في المواجهة وبتأهله لدور الثمانية مشيد أن سموه بالمستوى القوي الذي قدمه المقاتل والذي نجح من خلاله للوصول إلى هذه المرحلة متمنيا سموه للمقاتل كل التوفيق والنجاح من خلال مشواره في هذه البطولة هذا وأكد اسموه الشيخ خالد بن حمد أن مشاركة البحرين في هذه البطولة تأتي ضمن خطة العمل التي تم رسمها لمواصلة الجهود في الارتقاء بهذه الرياضة من خلال تطوير مستويات المقاتلين عبر اكتسابهم المزيد من الخبرة والاحتكاك في البطولات الدولية إلى جانب تعزيز التواجد البحريني بمختلف المشاركات العالمية والسعي نحو المنافسة على تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات للرياضة البحرينية مضيف أن سموه أن هذه المشاركة تمنحنا للطلاع على الخبرات الموجودة على صعيد الفرق المشاركة والتي يمكن الاستفادة منها في سبيل تطوير رياضة فنون القتال المختلطة بالبحرين وأشار سموه إلى أن التواجد البحريني في هذه البطولة يأتي للمساهمة في إنجاح برامج وفعاليات الاتحاد الدولي للعب مواضحا سموه أن هناك شراكة واضحة بين البحرين والاتحاد الدولي للمضي نحو دعم وتطوير العلاقات التي تساهم في مواصلة الجهود نحو الارتقاء برياضة البحرين ترجمة نانسي قنقر